مولانا الكريم أم جاهدت طفلها الصغير وزرعت في وجدانه كرها لأبيه وأنه كذا وكذا وكذا وهذا على غير الحقيقة وحينما كبر الإبن وتخرج من الجامعة ودخل في مجال العمل حاول الأب أن يستقطبه بمختلف الوسائل وأن يقربه منه ولكن كلما اقترب كلما أعرض ونأى بجانبه فما رأي الدين في هذا الأمر يعني مثل هذه الأسئلة أظن واضحة الإجابة يعني ما رأي الدين في الكذب رأي الدين في الكذب أنه لا يجذب المؤمن قال يجذب المؤمن قال لا ما رأي الدين في تشويه الآخرين بالبهتان والظلم رأي الدين في ذلك أنه حرام وأنه ممنوع يعني دي من المبادئ العليا التي حتى توجد في كل الأديان وليس في دين الإسلام فقط لدرجة أنه حتى غير المتدينين في العالم لا يفعلون هذا مراعاة لنفسية هذا الطفل ونشأته وكذا إلى آخر وعندنا في غالب الأحوال الطلاق بداية المشكلات حيث ليست هناك قواعد مرجوع إليها حيث إنه هناك محاولة لاستعمال الأولاد في الإضرار بالآخرين حيث مجموعة من الخروج عن الأصول الأب هذا غاب أين هو من النفقة فهل استعمل هذه النفقة في الضغط على تلك المرأة أو الانتقام منها أو كذا إلى آخره لماذا لم يدفع مصاريف المدارس ومصاريف الكليات وكذا إلى آخره إذا كان قد دفع فالعاقل وخصيم نفسه هذا الذي دفع من غير يعني ضغط ولا محاكم ولا مشاكل وكذا الولد نفسه يستشعر أنه أبوه هو بينفق وأنه ما عندهش مانع أنه يصرف مش هيساد أمه التصديق ده في حاجة خلل بيبقى موجود في المسألة لكن نعم البهتان حرام والكذب حرام والظلم حرام والظلم ظلمات يوم القيامة كيف يفعل الأب يعني كيف يتصرف في هذا الأمر والابن بهذا الوضع يستمر أحب الأعمال إلى الله دوامها وإنقال يستمر في إضاح هذه المسألة لذلك الوارد يقيم له الشواهد من التاريخ نعم ترجمة نانسي قنقر